أشهر قليل تفصل عن قرار هدم البناية غير المكتملة جعل المواطن في حيرة من أمره متهم الإدارة بالتماطل والبيروقراطية في معالجة ملفات التسوية ولمعرفة مدى تقدم تطبيق القانون توجهنا غرب العاصمة وبالضبط لبلدية دويرة التي تشهد بناء فوضويا لا نهاية له حطينا هم نحط الدوسي تايف ديميل طروا ديميل طروا اليومين كما نحط الدوسي لدي خمس سنين دكافة في الأميري بل لا ريديوليزازون ما زل ما بعت لنا ما كان ولو سمعت القرار هذا كما يقولون لولبارح أنا جبت رشيتك كما يقولون كما يوجد في الكوار تاعي وأنا جبعتهم هذه بوزينا في الأميري ولا لا ديرا بش ترجع لك وقت ستشهر من ديلي ما رجعش راي في العام ونستنى عملية تطبيق القانون ميدانيا والفصل في ألاف الملفات المودعة لدى مصالح البناء والتعمير على مستوى بلدية دولة استعصت على مسؤولها الملف لا يدرس لا يحدى برأيه بالموافقة وبغير الموافقة دون المرور على اللجنة لجنة الدائرة الإدارية اللجنة مختلطة فيها مجموعة من المصالح المعنية مصالح أملاك الدولة الفلاحة البلدية وفيها يعني يعني يدرس الملف يدرس الملف ويحدى بالموافقة جولتنا لم تقتصر فقط على بلدية دويرة حيث توجهنا شرق العاصمة وبالتحديد إلى بلدية باب الزوار لنلقى نفس الإشكالية رئيس المجمع الوطني لخبراء المهندسين الجزائريين بوداود عبد الحميد لم يبدي تفاؤله من سير العملية ودق نقوس الخطر لهذا التأخر الكبير الذي عرفه تطبيق القانون خاصة بعد الإحصاءات المقدمة بين هذا وذاك يعيش المواطن كابوسا مقلقا خشية تنفيذ التهديد والوعيد ويجد نفسه ضحية تماطل سلطات المحلية في تسوية وضعية البناية من جهة وغياب الرقابة من قبل الوزارة الوصية من جهة ثانية فهل ستعرف أجل القانون تمديدا آخر؟ ترجمة نانسي قنقر